وزي ما قلت لحدديك الخطوة دي قدتني بوش إن أنا لما يجي لي لين كبير أنا أده فأنا هزاكر زي الأصلي؟ آه، الله أه، قولي ده أحبه حاتم في الأصلي ده، بحبه عشان القصة حب وأنا بحب الرومنس قوي، بحب الجنرى بتاعت الرومنس شكلك كده، شكلك لا، شكلك من ممثلين الرومانتك يعني يا رب إنه فقا المهمين في الرومانتك كمان، إن شاء الله بس أصل أنا أول فيلم دخلته في حياتي يعني شفته ساني ما هو أنا صغير كان السلم والتعبان وأنا إيه السلم والتعبان وتعدي كده، بتحدي أمي أطلع لنا يا حلمي وإيه وهاني أعواجيز إيه يا إختي الرجل ده لا لا كنت أعني يا أول إسا صغير يا إنا هاري سوي والله موازني، بس أنا ما بفكرش في الكلام اللي بقوله فهتلاقيني بقوله على طول الكلام ماشي، شفت خدتلكوا حققكم والله إيه هاني خدتلكوا حققكم، فضل فأنا بحب الجنرى دي جداً فيما بعد حركتني عميان بس فأتمنى إن لما أعمل حاجات ليها علاقة بالرومنس أعملها كل مرة بتكنيك أكبر من اللي قبله يعني إلا أنا عملته الراجل خين وكان عنده الرومنتيك للحاجات طعم الدوني عملت الرومنتيك للقصة دي الأصلي بحبه جدا عشان كان علاقة حاتم ومنار علاقة أي كابل يتمنيها في الاتنين لأنه هو مصر على حبه وبيحبها وبيحارب عشانها وإيه المستحيل فيها كابلها المستحيل إن كان عندهم مشاكل في العيلة إن باباها كان مسجون وإن المشاكل اللي بين إن بابايا منصب مهم وما ينفعش داي يبقى فيها وإنت ابن وزير وبقى أشتغل في هيئة دبلوماسية وعندي بقى رايح جاي بتخانق وبعمل معارك عشان خاطر الإنسان اللي أنا بحبها دي فكان كل المشاعر موجودة في الورق دا في التلاتين حلقة دول كانوا بالنسبة لي أنا بعمل كأنه مسلسل بطولتي بعمل لاين بطولتي فأنا لازم أركز إن أنا أبقى مع الناس في كل ماسترسين هتعدي ويصدقوها وما يلزعوش من الراجل اللي بيشتغل رومانتك لإن مش كل الرجالة اللي بتشتغل رومانس الكاتجري ما بين الستات ورجالة بيقبلوهم فيبقى عندهم لا دا أنا مش أصدقوا لإن أنا لو ما كانوا مش هعمل كده فكان بالنسبة لي هو دا الاختبار إن الراجل اللي بيتفرج على الشخصية دي يقولوا والله الولد دا أنا ليه ما أعملش زي حتى لو هو عنده كم سنة هيفكر فكرة الصدق بالجملة النظرة بالطريقة المشاعر اللي طالع حقيقية كان كل دا هامي إنه يطلع الإيكوال في الآخر إن صادق حقيقي جدا وبيحب البني آدمة دي ووصل